إذن مشاهدين جميع الدوائر والمؤسسات تسعى لتوفير التدريب الصيفي للطلبة خلال هذه الفترة ليتم احتواءهم أيضا واحتواء مهاراتهم وتسخيرها في المفيد في وقت الفراغ إذن مشاهدين ننتقل إلى جانب آخر ونتحدث عن المؤسسات والشركات التي تبحث دائما عن الإبداع والعمل المنتج والمثمر بعيدا عن العمل الروتيني التقليدي وهنا يأتي دور التحفيز المؤسسي للموظف والحث على تقديم أفضل ما لديه لترتقي المنظمة بما تقدمه من خدمات أو منتج وهذا ليس يعني بعيدا عن التحفيز الذاتي من الموظف نفسه وبهذا الخصوص نصدف الأستاذة نجلا عبدالتواب مدرب تنمية بشرية أستاذة نجلا أهلا وسلام بكي أستاذ الله بالخير أستاذك أشعر بارك طيبين بوجود أستاذة نجلا دائما تكونين معنا في برنامج حديث المساء نتحدث عن مواضيع في التنمية البشرية قد تخدمنا بشكل شخصي أو حتى في المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات بشكل عام اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم هو إن كان شخصي أو حتى على صعيد العمل التحفيز التحفيز قد نحتاج أستاذة نجلا أيضا لنفسنا الإنسان يحتاج التحفيز دائما فما بالش على مستوى الشركات المؤسسات في العمل فما هو مفهوم التحفيز بداية التحفيز طبعا هو في الأول الأخير أو في الكام سنة الأخيرة بدأوا يشتغلوا عليه في المؤسسات لأنه طبعا شيء ضروري في الحياة وبالذات في بيئة العمل يعني فلو هنتكلم عن التحفيز نقدر نقول إن التحفيز هو إنك بتعطيه للموظف طاقة بتشحنينه نفسه ما بتشحنينه التليفون بالضبط أنا الآن محتاج إني أشحن هالموظف كيف أشحنه؟ بالطاقة الإيجابية وبالسلوك الإيجابي ودعمه لازم أدعم هالموظف علشان إنه بيكون هو الركيزة القوية عندي في المؤسسة وهو بيكون التحفيز ضروري في كل بيئة من بيئات العمل وفي كل منظومة طبعا لتثبت نجاحها في بيئة العمل نعم يعجبتني هذه مقولة إنه نشحن الموظف فعلا حتى الإنسان نفسه يحتاج إنه يشحن نفسه بنفسه بين فترة وفترة أكيد شوفي التحفيز أولا لازم يكون نبع ذاتي طبعا إحنا ما بنتكلم عن التحفيز الخارجي وبننسى التحفيز الداخلي أنت كشخص لازم يكون عندك تحفيز داخلي لنفسك بيكون عندك رغبة إنه أنا لازم أحفز نفسي أنا الحين عاشت في مجتمع كله سلبي أو في بيئة سلبية هل خلاص إني بدخل وياهم وبعيش دوامة الاكتئاب والسلبية لا لازم يكون عندي وقود داخلي أشتغل على نفسي من داخل ولازم أحفز نفسي يوميا لأن أنا لو ضشيت في دائرة الاكتئاب ودائرة البيئة العامة البيئة سلبية أنا عمري ما بتجدم إحنا ليش قاعدين ينادي بالتحفيز في كل الوزارات وليش قاعدين ينادي بالتحفيز إحنا محتاجين إنتاجية والتحفيز هو اللي بيساعدني على هاي شيء أنا لو شخص ما عندي تحفيز ذاتي نفسي أنا ما بقدر أقدم أي شيء في بيت العامة صحيح هذه النقطة أستاذة نجلة يعني اليوم نحتاج التحفيز الذاتي في نفسنا قبل أن نكون فيه شخص ذاني يحفزنا ولكن إن كان الشخص هل يعتمد التحفيز على وعي الشخص نفسه؟ أكيد طبعا يعني أنا شوفي أقولك على شيء لازم يكون عندي تقبل لها شيء يعني في بعض الأشخاص بتكلمهم في التحفيز لكن هو يعني شخصة سهل بيفهمه نعم فلازم يكون أنا عندي رغبة من داخلية هي داخلية أنا يعني حابب أني أتغير حابب أني أكون إنسان يعني أسمع شوفي دايما الكلام اللي تسنين عليه بالشخص بتحسين أنه عليه مردود إيجابي لك أنت أولها ابتسامة أكيد يعني حتى قرآننا يعني شوفي الدين بروحها دين تعامل عندنا يعني الدين الإسلامي دين تعامل حتى يعني في يعني الآيات القرآنية حتى ندد به الشيء وقولوا للناس حسنة يعني تأثير الكلمة على الشخص بتخليه تغير فالتحفيز مطلوب منك أنت دايما أنك دايما من داخلك لازم تجدد لازم تغير لازم تشوف أنا مش يعني كل يوم أني أعيش باكتئاب وأعيش في دائرة السلبية لا فأنت محتاج لازم الرغبة تكون عندك داخلية عشان أستقبل صحيح إذن التحفيز أستاذة نجلة إذا نتكلم اليوم تحفيز الشخص بنفسه هل في طرق معينة حتى يحفز الشخص نفسه يكون دايما متجدد؟ إيه طبعا لأننا نحن مر أحيانا في لحظات ركوز وإخفاق سبحان الله يعني إحنا بطبيعتنا متقلبين يعني الشخص بطبيعته متقلب المود يعني سبحان الله يعني وكل يوم في شأن واحد دايما كل يوم في تغيير كل يوم أنت شوف إحنا كل يوم في تغيير فأنت لازم يعني عارفة حالات الاكتئاب بتمر على الشخص وحالات الحزن ليش لأن عارفة لازم يأخذ من هالشغلات عشان يشوف نفسه كان وانا نحين وين بعدما مريت بمرحلة الاكتئاب ومرحلة الفشل كيف أبدأ؟ كيف أوقف؟ هني بيبدأ التحفيز لنفسك أنت لو ممرت بهالمراحل ما بتفكر في التحفيز أنا لو كل حياتي كلها تحفيز ما بحس بفشل لكن بعض الشغلات إحنا محتاجنا حتى الفشل أنا محتاجت لنا صح علشان أعرف شوف نفسي بعدين أنا كنت وين وين حين وين فالتحفيز عندك مطلوب يعني دايما معاك أنت دايما لازم تكون شغل حتى لو أنت مكتئب حاولت تتجاوز هالشيه وحاولت أنك تشوف الأشياء اللي ممكن تساعدني أو أني أطلع ما بقولك أنك تكون إنسان يعني مثالي مثالي أو تكون إنسان يعني لا هو يعني عارفة تكون في تغيير يعني تحاول أن الشيء لا تخليه سيطر عليك أو أن تخليه لازم تتغلب لازم تكون عندك رغبا من داخلك أنك تتغلب حتى لو الشيء ما بيتغير بس حاول أنك دايما تقول لا إن شاء الله بيتغير دايما يكون عندك وقود وقود داخلي لازم نشغل هالوقود دايما انت لما بتشحلي نفسك كل يوم ان شاء الله اليوم بيكون حلو ان شاء الله اليوم بسوي كده يعني أبسط الشغلات على الفكرة بدخليها على نفسك بتشوفين فيه تغيير حتى الاتسامة لان انت لو ما عطيت نفسك شيء استحال أن حد تاني بيساعدك انت لو ما حفزت روحك استحال حد بي ويحفزك انت كشخص صحيح يعني التحفيز الذاتي هو مطلب أساسي في كل إنسان حتى يستمر يوميا صوصا انت مثل ما ذكرت استاذة نجلة مع تسارع الحياة وجود الحياة متغيرات الضغوطات نعم فنحتاج انه فيه محفز يشحن يوميا فان كان هناك محفز داخلي سيكون إنسان مثمر منتج إنسان إيجابي شوفي أنا ديما أقول احنا عايشين في زمن كل طوال يعني ضغوطات بسم انت شايفة يعني انت كل يوم عندك شغلات يديدة تطلع لك هل أنا بتتم في الدائرة هاي لازم اني أغير ولازم اني أجدد ولازم اني أحف دايما أشتغل عن نفسي اني الشيء هذا لازم أقدر عليه ولازم أتخطى ولازم اني يكون فيه بدائل عندي في بعض الأشخاص خلاص وصار في وضع ويتنفى هذا الوضع ايه بالضبط وهذا أتوقع راح يعني يستمر في نفس الدوامة لا انت ساعة كنا مو برني بيستمر في نفس الدوامة العدوى انك بتعدل وياك يعني شوف الشي بالشي انت لما تقعدين مع إنسان تشوفينا عنده طاقة إيجابية وإنسان محفز انت بتنعديين على طول بتيك العدوى وتقعدين لما بتقعدين مع شخص سربي على طول بتيك العدوى ما هي يعني انت بيش بتتكلمين أني أكون إنسان محفز سبحان الله الشي بالشيء أنا دايما يعني أقول أنت بتقعدين مع إنسان متفائل إنسان عنده إيجابية إنسان يعني بشوش انت بتنعدي الشي بالشي يعني يقولك يعني حتى لو بتصاحبي صاحبي الابتسامة بتنعديه منه فما بالك أنت كشخص فالشي لي تأثير كبير على المحاطين اللي عندك صحي إذن التحفيز الذاتي شي مهم للإنسان أستاذة نجلة إذا بنتحدث عن التحفيز في المؤسسات والدوائر إن كان هناك شخص محفز لنفسه ذاتيا أتوقع إن كان هناك تحفيز مؤسسي سوف يضيف له القليل ولكن هذا الشخص إذا ما كان لديه تحفيز قد يحتاج تحفيز مؤسسي فهل فعلا إن اليوم نحتاج التحفيز الذاتي حتى يكون عندنا تحفيز مؤسسي يضيف لنا أيضا الإنسان بطبيعته دايما يكون في بيئة عمله يعني دايما يعني يكون واخد قرار في نفسه إن أنا اليوم مثلا بسوي الشغلة الفلانية هاي الشي طالما أنت زرعة في نفسك كل يوم أنت بتتجدد يعني أوكي أنا مديري الحين مثلا أنا مديري الحين يعني دايما يحبطني هل أنا بعيش وياه في دائرة الأحبط؟ طبعا لا لازم يكون عندي بالضبط لازم يكون عندي أنا يعني جانب آخر أشتغل عليه في بعض الأشخاص يقول لك يا أخي المدير طب أنا المدير بيتم على طول لكن أنا لازم أكون أنا من دخلي أحفز نفسي أنا أنا أشتغل وأسوي له عليه وما أنتظر يعني شوف أقول لك على شيء دايما الشيء اللي تسوينا لا تنتظرين شكرا من حد أنت حتى لو بتسويين شغلت وبتروحين بدوامك بتفاؤل وتقوميني الصبح بصلاة وبأني رايح عملي وبأسوي الشغلة اللي عليه كل هذا تحفيز يمكن بعض الناس ما يشوفونا تحفيز شو يعني أنا بروح كل يوم في بعض الأشخاص تحسينهم سبحان الله يعني من الصبح مقفلين يومهم صحيح هذا اللي يبدأ بعبوس حتى بعبوس يعني هذا ليه تأثير على الشخص لكن أنت طالما ساير العمل وما عندي مدير يحفزني وما عندي فريق يحفزني لا أنا لازم أشتغل على نفسي لأن سبحان الله يمكن المدير مادام يكون عندي أنا طاقة لنفسي أنا أشتغل فيها نعم فالتحفيز المؤسسي سيدة نجلة كيف ممكن يكون هناك تحفيز لهذا الموظف هل هناك طرق معينة من المؤسسة وموجهة للموظف أكيد شوفي طبعا المؤسسات ويمكن الفترة الأخيرة احنا بنقول أن الشيخ محمد بن راشد نادى فيها في الأونة الأخيرة يعني شوف أنت كان ينزل بيئة العمل بروحة بين الموظفين وبين المهندسين يعني هذه بروحة تحفيز يعني هالشغلات بروحة تاتي للموظف يعني انطبعا أنا يعني فيه فيه تقدير في قيادة متابعة أنت لما بيكي وزير مثلا بعطيتش مثال بسيط لما بيكي وزير وبيوقف وياتش في هاليوم يا زيارة ووقف وياتش شوف أنت شوف اليوم كيف بيكون عندك بتكونين لو بشتغل طول اليوم فهالشغلات أنت عارفة البسيطة يمكن بعض الأشخاص يعني يمكن ما يلتفتون لها أو بعض المدراء ما يلتفتون لها أنت لما بتمر على موظفك كلمة شكرا فقط شكرا هذا يتزرع الكثير في نفس الموظف شوفي أنا دايما أقول المدير الناجح والإدارة الناجحة هي اللي بتعرف كيف تكسب الموظفين الموظف شو يابي منك الموظف ما يابي منك راتب مرتين أو ثلاث مرات بالشهر الموظف يابي منك كلمة ليش لأن انت الكلمة اللي بتعطيها بتخليه يعطيك أفضل ما عنده بيتخليه تطلع كل ما عنده ويقدمه لك إحنا ليش لما ندينا بالتحفيز وقلنا يا جماعة انتبهوا للموظفين شوفوا حوائجهم اشتغلوا عليهم لأنه هم المنتجين صحيح حوار أسل المال في المؤسسة أو الدائرة نعم يعني شوفي كنا مرة في حوار واحد من موجودين يقول كان مدير من المدراء دبي ما شاء الله عليه كان مستخدم سياسة حلوة يقول لك كل شهر كان يسوي الموظفين يوزع ورد كل شهر كل شهر ومرات بالخاص شوفي انت الشغل هاي ممكن لأس يقول لك ليه شي خاصة بس هو قاعد يكسبهم قاعد يخليهم يعطون أفضل ما عندهم وأول شي بتتغلب عليه بعد من خلالها التحفيز ان انت بتغطي على نسبة الغيابة اللي بيكون موجودة عندك في العمل ليش لأن انت بتخليني أداوم عندك وتحسين العلاقات أيضا هاي الشغلات يعني شوفي أنا دايما نقول سياسة الإدارة لازم تكون سياسة تحفيزية أكثر لأن انت بتكسبهم انت بتعرف كيف تمسكهم بخلاف ان طبعا بعض المدراء لأها ما يشتغلها مش عارف شو حتى التبويخ يعني بعد الأشخاص يعني شوفيه بمرضة تكون فيه شغلات يعني التبويخ للموظف ما بيخليه يعطيك أي شيء نعم ممكن أيضا قد يكون مثلا إجراءات تعسفية هذه يسمونها الحوافز السلبية ان أنا يعني سياسة لو هاي حوافز اي هاي هاي حوافز سلبية ان أنا بخصب مرات بك ان أنا شو اسمه بكتب فيك تقرير هذا كله ضد الموظف نعم قد يكون يمكن هذه الإجراءات استاذة نجلة هي لتعديل وضع معين ممكن أيضا هو سيء لموقف معين ان كان هذا الموظف هو مندج حقيقة ولكن الإدارة دائما ترى الجانب السيء هنا يمكن يختلف الوضع بخلاف ان كان هذا الشخص أصلا غير معطي فبالتالي توجه الإدارة إلى المحفزات السلبية في سياسة الترغيب والترهيب بعد الإدارات بتحتاجها بتشوف ان يمكن يكون منها نتيجة بل بالعكس انت أولا قاعد تفقد الموظف عندك قاعد تقلل من طاقته بعض الأشخاص تحسين ان لو تعاملينهم بالعكس بيطلع منهم نتيجة عكسية يعني شوفي في بعض الأشخاص ما يحبونها السياسة أو يشوفونك انت شو بتبادر معاي فيه هذا يعتمد على نوعية الموظف وشخصية الموظف سياسة المدير أنا كيف بتعامل؟ في بعض الأشخاص شوفي الإدارة سياسة أنا مش اني أنا كوني ان أنا مدير وبس لا الإدارة سياسة أنا كيف بكسب موظفيني كيف بتعامل وياهم كيف بخلي هالموظفييني كل يوم هو مبتسم حتى لو أنا مثلا بوجه له بعض الانتقادات بس الانتقادات البناء اللي مش انه يتأثر عليه أو مثلا تخليه انه يتأثر أو مثلا يعني أخليه روح من الدوام لا في بعض الانتقادات هذه ذكاء القيادة أو الإدارة القيادية هو بالضبط بس يعني أنا دايما أقول يعني فيه شغلات يعني ممكن نستخدمها بسيطة ممكن بكلمة يعني تلفت لي الانتباه بكلمة كلمة لها أثر كبير ممكن ما يزول على مدى الأعوام لكن سياسة الترغيب والترغيب ما أظن أنه ممكن تعود عليك أو يكون يعني سياسة أنك تستخدمها كنفسي يقول سياسة العصة لا صعبة شوي طبعا يمكن التحفيز نتحدث عن التحفيز والتحفيز مهم لبعض الموظفين أستاذ النجلة خصوصا أن في الفترة الأخيرة المؤسسات تتجه إلى العمل الابتكاري الإبداعي فبالتالي كل ما كان هناك تحفيز كل ما سار فيه انتاجية انتاجية وانتاجية مختلفة أيضا فهل فعلا الإكاس على هذه المؤسسة من التحفيز يكون بطريقة استثنائية وبطريقة مختلفة؟ أكيد طبعا يعني أنا الحين عندي الحين انخفاض في مستوى الانتاج كيف بدخل السياسة يعني كيف الحين أنا بأشتغل وكيف بدخل سياستي أنا كمونظمة أو كمؤسسة أنا الحين أبي زيادة انتاج فهل الست شهور مثلا كيف بأشتغل فيها لازم بحفز الموظفين من خلال الحوافز المادية من خلال الحوافز المعنوية من خلال بعض الأشياء اللي ممكن أدخلها على الموظفين علشان بهالشي أنا بطلع باخد طاقتهم بيهم بيعطوني الطاقة من عندهم أحياني يقال يمكن استاذة نجلة أنه يكون قريب من الموظف من حياة الموظف أيضا حتى يمكن الحياة القريبة الشخصية منه حتى تفهم هذا الموظف وبالتالي تقدر تحفزه بالشيء اللي فعلا يحفزه ممكن حتى تسأل الشخص إذا ما قدر تفهم شيء اللي يحفز الشخص أو الموظف أن تسأله شو اللي يحفزك أو شو اللي أنا ممكن أقدمه لك عشان بالمقابل يكون فيه نتاج شوفي هو بعض المدراء يعني لازم يكون قاربين أنا الحين أنا عندي فترة الإنتاجية في بعض الأشخاص يعني ممكن أنا يكون عندي نقول اتنين ثلاثة نقول محبطين أو مثلا بيأثرون عندي على الباقيين على اللي هم محفزين عندي فأنا بأخذ هالثلاثة الأربعة بأشتغل عليهم بعيد عن طبعا السياسة الترهيب والترغيب أو ممكن أشغلهم بعض الشغلات الثانية اللي تخليهم منهم أني كسبتهم منهم أني يخليهم ينشغلوا بشغلة تانية ما يأثرون على السلبيين اللي عندي بس نفس ما بعد يعني نرده ونقول أن هي سياسة الإدارة هي اللي بتلعب دور كبير في أني أنا كيف أتعامل مع كل موظف أني يكون عندي سياسة ودراسة كل موظف عندي يعني هل هي أهمية وجود الإدارة المحفزة والإدارة التي تمتلك فكر في طريقة إدارة المنظومة أو المنظمة نفسها كل المؤسسات حاليا وكل الإدارات الآن صارت تنافس أنا كيف بنافس وأنا ما عندي سياسة أواجه فيها يعني أنا الآن بس بواجه مؤسسات كبيرة وبواجه شركات كيف بطلع بهالشي وأنا ما عندي سياسة يعني أطلع بإنتاجها فلازم من خلال هالشيء أني أتعامل مع الموظفين من خلال سياستي أنا وإدارتي أنا يعني مش شرط يعني شوف أقولك على شيء دايما يعني مثلا أنا مش تعالى وحطه مدير المدير قبل ما تحطه مدير لازم تعطيه كرسي كامل في التعامل مع الإدارة وتعامل مع الموظفين لأن أنت عندك فريق المدير بروحها ما بيسوي شيء بدون الفريق طبعا الفريق اللي يعمل أنا عندي 50-60 موظف صحيح لازم كل واحد أوزع مهامه فيه ناس على فكرة يمكن ما يكون محتاجة للتحفيز المادي بكثير ما يكون محتاجة للتحفيز المعنوي نفس ما قلت لك المكتئبين والهو ما يبقى يكون هذه الناس كيف بتعاملوا إياها فهنين بيكون دور المدير دور يعني شوي بيكون صعب شوي ما نقول صعب بس بيكون محتاج منه مجهود ومحتاج أيضا دكاء عاطفي إيه إنك كيف بتعامل معه كيف بتغلب على هالشخص كيف بخليه إنسان ثاني وموظف ثاني يكون دور الإدارة شوي يعني محتاج شوي يعني لفت انتباهي يعني يكون يلتفت لها الموظف شوي صحيح عشان يطلع منه بشي نعم يمكن أيضا الإدارة تحتاج أحيانا إلى أقسام خاصة في التحفيز أستاذة نجلة هل توقعين هذا الشيء أيضا مفروض أن يكون في المؤسسات هناك أيضا أقسام مختصة في شؤون الموظف ولكن نحتاج الجانب الحسي الإبداعي لأن أصبحنا نعمل بطريقة إبداعية أكثر كما يقال يعني يوميا أعمل ولكن أعمل بطريقة إبداعية لا تعمل بطريقة إعتيادية صح شوفي فيه طبعا ما شاء الله حين يعني من خلال يمكن صار لنا ثلاث سنوات بالنادي بالسعادة والإيجابية والهدف منها كان شو العمل على الموظفين مش بس المتعاملين أنا لو عندي الموظف ما سعيد ما بيعطي للمراجع اللي بييني كنا مرة في لقاء في التوست مستر في تبي وكانوا إيانا واحد ما شاء الله يعني من شرطة تبي فكنا قاعدين ومن ضمن الحوارات رد قال إحنا عندنا فتحنا قسم اسمه قسم الرضاء الوظيفي للموظف يقول لي هذا كان فايدة هالقسم اللي هم فتحوا إنه يشوف مشكلة الموظف شنو جميل ويتعامل معاه ويكون فيه يعني شخص مختص يأخذ مشكلة الموظف ويحلها لي فأنا حبيت هشيء شوف أنت كيف يعني قيمة الموظف عندهم يعني قيمة كبيرة إنه أنا قمت وجهزت ليك قسم كبير وبتعامل معاه كطبيب نفسي نعم وهذا كله ليش إنه أنا قايم على راحتك أنت لأنه أنت يعني تهمني صحيح إيه فهالشيء يعني قلت شومها خلانا كل شيء انتبهنا للفكرة يعني حسيت إنه فعلا يعني الموظف بيلعب يعني دور كبير وقيمة كبيرة في بعض المؤسسات يمكن بعض المؤسسات تشوفها موظف عادي صحيح لكن في بعض المؤسسات لا الموظف عندها يعني شيء كبير وكادر كبير عندها ما تقدر تستغل عنه والموظف بحد ذاته هو يمكن أهم وحدة فيه الإنتاجية في المؤسسة فكلما عطيت هذا الموظف قيمة وعطيت أهمية لا مش شرط يكون الموظف جامعي أو يكون الموظف عندك ماسك منصب لا حتى الفراش نعم يعني أصغر الأشخاص احنا ما نقول أصغر طبعا ما أحب الواحد يعني يستظغر أو يعني يصغر من كم يتشغل بس مش شرط يكون عندي مثلا رئيس قسمة عشان أحافظه أو يعني في بعض المدراء يشتغلو لك على رؤساء الأقصى يجمعوهم شهادة عبرها ما كانت مستوى لقياس الثقافة أو حتى المهارات الفردية لا في بعض الأشخاص تحسينهم أنهم يتعاملون مع رؤساء الأقصى طبعا ما يمكن رئيس القسم اللي أنت بتوجه للتحفيز هذا ما يعني كاره واحد لا أنت انزل أنت شوف يكون شخص ميداني يعني فهمة يعني بعض الشغلات تحس يمكن موظفك أنت يعني لما يشوفك الصبح يتغير نفسيته لما يشوفك أنت يتعند المكتب يا فلان شغبار المدير هو نموذج للموظف هو مجابة سلام يعني بعض السياسات اللي بتأخذها ما بتأخذ من وقتك يمكن ربع ساعة أو عشر دقايق بس أنت شوف بتزرع شينه فيه شوف الزرع اللي أنت بتزرعه فيه فحصة النظر المباشر للموظف ومعرفة ماذا يقدم الموظف هذا بحد ذاتنا المدير يكون قريب التحفيز هو شوف يعني مريم إحنا لو يعني إحنا ما بنتكلم أو يمكن أنا يمكن لما ييتهو سويت دورة التحفيز في الوزارة وهني وهني كان الهدف منها قدر هالشخص قيمة يعطيه احترام أعطيه تقدير أعطيه تمام قل له أنت يعني حتى لو ما سوى شيء اسني عليه يمكن هالشيء خليه ينحرج ويسوي فعلا يعني مش شرط يعني بعض الأشخاص يقول لك والله أنت ما تشتغل أنت مش عارف شون بخلاف تعالى شفره وقلت له والله أنت ما شاء الله عليك ما تقسر وما يشتغل أنت بحيج بره أنه يشتغل بطريقة غير مباشرة هذا يستحن الكلمة فعلا بعض الشغلات أنت ممكن تقدمها بشكل يعني تخليك أن أنت الشيء توصله من غير ما تتعب فيه أو يكون عندك أي مجهود نعم هذه المهارات اللي يتميز فيها المدير والقائد من مهارات في الذكاء العاطفي في التعامل مع الموظف في احتواء الموظف فجميع هذه الأمور تعمل فيها الإدارة بتعاون مع يمكن الأقسام الأخرى حتى يتم تحفيز الموظف جعل الموظف أكثر كفاءة في هذه المؤسسات هو الحمد لله حاليا أنت بدأوا يشتغلون يعني ما شاء الله الحين يعني الوزارات صارت تسوي شيك سعادة وتسوي شهادات ما قصرت والشغلات هاي كلها وكلها هذه طبعا يعني صارت تسعد الموظف ما قلتش لا بس هذا ما يعني بعد أن أنا أبتعد عن التحفيز المعنوي اللي هو طبعا بيه من الشغلات البسيطة ولو بكلمة مثل ما ذكرت يا أستاذة نجلة طبعا الحديث شيق معت أستاذة نجلة عبدالتواب مدر في التنمية البشرية كل الشكر على وجهت معنا في هذا المساء هتريتين شكرا مريم تسلمين وبإذن الله في لقاءات أخرى إن شاء الله بإذن الله شكرا شكرا